ظاهرة الإعجاز العددي في القرآن هل هي حقيقة معجزة أم شعودات حسابية؟ تابعوا معنا هذا الفيديو امتلأت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حد الفتقي بإدعاءات إعجازية تخص نص القرآن وتعد أكثر الإدعاءات انتشارا تلك التي تدعي ما يسمى بالإعجاز العلمي والتي في ملخصها أن القرآن قد أثبت أو صرح بمعلومة علمية ما لم تكتشف إلا في عصرنا الحالي وقد أنشئت سلسلة من المقالات المتخصصة في كشف زيف بعض هذه الإدعاءات وتفنيدها إلا أن هناك نوعا آخر من الإدعاءات الإعجازية ألا وهو الإعجاز العددي في ظاهرها تعتمد هذه الإدعاءات على الوصل بين أعداد وأرقام ذكرت أو استنبطت من الآيات القرآنية والاستدلال بها على قيم أو حقائق علمية أو تاريخية معينة لم يكن من الممكن لبشر في ذلك الوقت أن يعلمها أو يتصورها حتى على حد تعبير الإعجازيين طبعا ويمكن فصل الإدعاءات الإعجازية العددية إلى صنفين الأول هو الإدعاءات المبنية على حقائق مباشرة والثاني هو الإدعاءات التي يتم التوصل إليها عبر جمعي وطرحي وضربي قيم مختلفة للتوصل لنتيجة إعجازية والتي أفضل تسميتها بالشعوذيات الحسابية وسأقوم عبر هذا المقال القصير بشرح هذين الصنفين وتفنيد منهجيتهما بحيث يسقط عنهما أي سحر إعجازي أولا الإدعاءات المبنية على حقائق مباشرة تعتمد هذه الإدعاءات على استخراج أعداد معينة من القرآن ومقارنتها مع حقيقة علمية ذات صلة على سبيل المثال تطرقت الإدعاء الإعجاز العددي في صورة الحديد والتي في فحواه أن ترتيب صورة الحديد في القرآن هو 58 مطابق للوزن الذري للحديد هذا النوع من الإدعاءات يمكن تفنيده من خلال فحص الإدعاء ذاته في هذه الحالة نجد أن الوزن المعتمد الوزن الذري المعتمد لذرة الحديد النموذجية هو في الحقيقة 56 وليس 58 وبهذا يسقط الإعجاز هنا بكل سهولة مثال آخر هو الدعاء الإعجاز في أن عدد الكلمات بين كلمة لبث الأولى والأخيرة في صورة الكهف يساوي 309 وهو عدد السنين التي لبث أهل الكهف في كهفهم وهنا الرد ببساطة أن هذا التطابق ليس معجزا فهو أولا لا يحتاج لقوة خارقة لإحداثه على عكس ما يدعي أصحاب الإعجاز طبعا ولا يحتاج لمعلومة غير متوفرة في يوم محمد فهو اخترع قيمة 309 هل هذا التطابق مثل للإعجاب؟ ربما إن صح أنه مقصود هل هو معجز؟ لا إلا أن ثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا شديد الغباء وهذا يخالف ما وصلنا عنه من ذكائهم ثانيا الشعوذيات الحسابية يعتمد هذا النوع من الإدعاءات على التلاعب بالنص بعمليات حسابية كالضرب والطرح والجمع والقسمة أو عد تكرار كلمات أو أصناف كلمات معينة كما تعتمد هذه الإدعاءات على علم مسبق وعلى انتقاء العوامل والأرقام والعمليات الحسابية بحيث تأتينا بنتيجة توافق هذا العلم المسبق مع تجاهل أي تركيبات عددية لا تدل أو لا توافق هذا العلم وهذا ما يجعل من هذا النوع من الإدعاءات مرفوض كمبدأ سأوضح بمثال يدعي العديد من الإعجازيين كعبد الدائم كحيل أن من معجزات القرآن العددية أنه لفظ سبع سماوات ولد في القرآن سبع مرات نلاحظ هنا أن الإدعاء بدأ بعلم مسبق خرافة السبع سماوات ومنها انطلق الإعجازيون ليجدوا شيئا ما في القرآن ليوافق هذا العلم المسبق لنفحص معا كبداية بما أن هذه المعلومة عبارة عن الحرافة لا يمكننا فحص صحتها بشكل مطلق لكن بإمكاننا فحص الإدعاء ذاته استخدم في تحقيقاتي موقع مفيدا جدا وهو المنقب القرآني بإمكانك استخدام هذا لفحص أي ادعاء يتعلق بتكرار كلمة معينة في القرآن الكريم بل يستطيع هذا المحرك أن ينقب عن كلمات باستخدام جدورها الثلاثية لبحث لبحث أشمل لنقب خلف كحيل يردد لفظ السبع سماوات خمس مرات ولفظ السماوات السبع مرتين خمسة زائد اثنين تساوي سبعة سبحان الله ليس بعد وإليكم كيف أولا المنهجية مغلوطة إن أكبر معضلة في منهجية الإعجازيين هي أنهم يبدأون بالنتيجة وكما يعلم الأفراد ذو الخلفيات العلمية هذه منهجية فاشلة يبدأوا الإعجازيون هنا باكتشاف بعض المصادفات العددية في القرآن ثم يبحثون عن طرق لصياغتها على هيئة معجزات فيبحثون عن التكرارات التي توافق التصادف الوارد ثم يحاولون تجنب أي ألفاظ أو أشكال قد تكسر معادلتهم المخترعة وهذا ما يعرف بمغالطة قناص تيكساس ببساطة يحدد الإعجازيون نوع التوافق وهيئته بطريقة مهندسة لتظهر النتيجة المطلوبة على حسب نظريتهم هم سيتضح الأمر في النقطتين التالية القيم منتقات بعناية منهجية الإعجازيين في هذا الإدعاء هو التنقيب عن الألفاظ القرآنية التي تدل على سبع سماوات بما في ذلك اللفظ المراد السماوات السبع ليحصلوا على العدد سبعة لكن نسيوا أو تناسوا بصريح العبارة تناسوا هؤلاء الإعجازيون مرادفات أخرى تدل على ذات المعنى ومنها إثنتين أخرين بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعُ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنَا الْخَلْقِ غَافِلِينَ هذه في سورة المؤمنون وهناك سبع طرائق قال مجاهد يعني السماوات السبع وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وبنينا فوقكم سبعا شدادا في سورة النبأ يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وأحكامها إلينا لفظين قرآنيين إضافيين بنفس معنى السبع سماوات أو السماوات السبع فعلى أي أساس استثنى الإعجازيون هذين اللفظين من حسابهم لا يوجد جواب طبعا لأنهم فقط إعجازيون ثالثا لا يمكن تعميم هذه المنهجية على أي مفهوم آخر ذي صلة قد تتصور من إله كلي القدرة أن يكون متناسقا في معجزاته فعلى سبيل المثال يعلمنا القرآن أن الله خلق سبع طبقات من الأرض كما السماء في قوله تعالى إذن فمن البديهي أن قام الله بتكرار لفظ السماوات السبع سبع مرات لإعجازنا أن يقوم بالمثل بالنسبة للأرض لكن الحقيقة أن هذه هي الآية الوحيدة في الكتاب كله الذي يريد فيها هذا اللفظ هل راحت عن بال الله أن يكمل إعجازه؟ أم أنه ضجر بعد هندسة إعجاز ذكر السماوات فترك ذكر الأرض أم أن الأمر كله مجرد صدفة بلا معنى خصوصا حين نأخذ النقطة السابقة في عين الاعتبار؟ ومن ذلك نستطيع استنباط بعض القواعد لفحص أي ادعاء عدد آخر أي ادعاء عدد آخر؟ كبداية يمكن تفنيد معظم الإدعاءات الإعجازية من خلال تتبع الإدعاء بكل بساطة ففي معظم الأحيان تكون الحقائق أو الأرقام مكذوبة تماما وعندها ينتهي البحث أما في حالة صدق الحقائق والأرقام المطروحة فنلجأ للقواعد الثلاثة التالية هل يتبع الإدعاء منهجية مغلوطة؟ هل هناك دليل على أن القيم المختارة تم انتقاؤها بعناية؟ هل نستطيع تعميم المنهجية المتبعة على مفاهيم مماثلة لنرى ادعاء آخر؟ يريد في العديد من الحلقات الإعجازية استخدم كحيل لأنه الأشمل في كلامه لكن هذا الإدعاء ليس حكرا عليه إدعاء ذكر القرآن لنسب البحر واليابس من سطح الأرض بدقة وذلك بحساب الآتي تريد كلمة البحر في القرآن 36 مرة تريد كلمة البر 12 مرة وكلمة يابس أي البر مرة واحدة ليصل المجموع إلى 13 نسبة مجموع عدد كلمات البحر في القرآن إلى مجموع عدد كلمات البر والبحر وكلمة اليابس حوالي 71% ونسبة كلمات اليابسة الكلي إلى 69% تشكل اليابسة 69% من مجمل سطح البحر تشكل البحار ما مدى صحة الحقائق والأرقام الواردة؟ النسبة المتعارف عليها لمسحة المياه المحيطات من مساحة كلية للأرض هي 71% وهذا بدوره يعني أن نسبة اليابسة هي 29% وهذا ما يريد في الإدعاء كذلك تريد كلمة البحر بهذا الشكل 23 مرة وتريد مع طوفة والبحر 9 مرات أخريات وهكذا نحصل على 32% تريد كلمة البر بمعنى اليابسة 12 مرة وبالطبع تريد كلمة يبس مرة واحدة إذن لا مشكلة في الحقائق والأرقام الواردة كما وردت لننتقل الآن لفحص المنهجية المتخدة هل يتبع الإدعاء المنهجية مغلوطة؟ من الواضح أن أصحاب الإدعاء هنا بدأوا من المعلومة الجاهزة نسبة البحر والبر الحقيقية وانتقلوا منها لإيجاد ما يصادف منها ذلك في القرآن وليس العكس والدليل هو اللجوء لاستعارة كلمات مرادفة يبسا لإكمال النسبة المطلوبة وعليه فالمنهجية مغلوطة منذ البداية هل هناك دليل على أن القيم المختارة تم انتقاؤها بعناية؟ لنفحص مجددا طبيعة الكلمات المختارة هي مفرادة البر البحر يبسا وتشمل كلمات مرادفة يبسا ويمكن أن تحتمل تعريف البر البحر أو التنكير فهل يحافظ الإعجازيون على هذه المبادئ في جميع عمليات الانتقاء؟ إن راجعنا مجددا محرك البحث القرآني لنجد تكرار كلمة البحر ومشتقاتها سنجد أن هناك كلمة وحيدة مفردة ونكرة في سورة النور بعل بسم الله الرحمن الرحيم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب صدق الله العظيم في سورة النور تستوفي هذه الكلمات جميع الشروط المذكرة أعلى فهي مفردة ونكرة وتدل على ذات المعنى لماذا إذن تم استثناؤها؟ هل لأنها لا تشير للبحر بشكل عام؟ كذلك يبسا لا تشير لليابسة بشكل عام ولقد أوحينا إلى موسى أنسرية بعبادية فضرب لهم طريقا في البحر يبسا صدق الله العظيم في سورة طه في الحقيقة تستوفي هذه الكلمة جميع الشروط التي تستوفيها كلمة يبسا بل تزيد على ذلك أنها تطابق اللفظ المطلوب وليس مجرد مرادف لذلك لا يوجد أي سبب منطقي مقنع يبرر استثناء هذه الكلمة مع الحفاظ على كلمة يبسا في العد والآن لنكشف السبب الحقيقي وراء استثناء كلمة بحر مجموعة عدد كلمات البحر حين نضم لها الكلمة أعلى ثلاث وثلاثون نسبة هذا المجموع من المجموع الكلي ستة وسبعون بالمئة بطلة النسبة وبطلة الإعجاب الآن لنضحك قليلا تكلم محمد راتب النابلسي عن هذا الإعجاز في إحدى كتاباته والمثير في الأمر أنه أبقى على كلمة بحر المذكورة أعلى في الحسبة فكان المجموع ثلاث وثلاثون ورغم ذلك لم يرى النابلسي أي مشكلة في الإدعاء بالإعجاز كيف؟ سأقتبس كلامه مباشرة فإذا جمعت آيات البر وهي ثلاثة عشر آية مع آيات البحر وهي ثلاث وثلاثون آية يكون المجموع ستة وأربعون آية تشكل وحدة هي البر والبحر فإذا قسمت آيات البر على هذا المجموع كانت النسبة بالضبط هي نسبة البر إلى البحر على وجه الأرض النسبة هي واحد وسبعون بالمئة بحر وتسعة وعشرون بالمئة بر فإذا قسمت ثلاثة عشر على ستة وأربعين يكون الرقم مساويا لهذه النسبة يبدو أن الرياضيات ليست من نقاط قوة دكتورنا هذا العلمة النابلسي هذا النوع من الاستحمار والتضليل بالطبع ليس غريبا عن النابلسي وبإمكان مطالعة بعض المقالات التي تتناول بعض إدعاءات النابلسي بالتفصيل ثالثا نبقى في نفس المثال هل نستطيع تعميم المنهجية المتبعة على مفاهيم مماثلة؟ اعتبر الإعجازيون أن هناك علاقة بين تكرار الألفاظ الدلة على البحر والبر وبين نسب تلك العناصر على الأرض فهل يمكن أن نجد علاقة قرآنية مماثلة لنسب جغرافية أخرى؟ ماذا عن نسبة الجبال من اليابسة؟ تقارب نسبة المناطق الجبالية على الأرض 24% من مجمل مساحة اليابسة وباتباع منطق الإعجازيين يجب أن نجد أن ذكر الجبال في القرآن يعادل 24% من ذكر اليابسة عدد مرات ذكر جبال والجبال في القرآن هو 36 مرة إن أضفنا لها السيغة المفردة طبعا عدد مرات ذكر البر 12 أو 13 مع كلمة يبسن لا داعي لحساب النسب لا داعي لحساب النسب هنا لنستنتج أن هذه المنهجية لا تنطبق على هذا المثال بتة وإطلاقا وأدعوك عزيزي المشاهد أن تحاول ذات الشيء مع أي نسب جغرافية أخرى وأن تشاركنا النتائج في التعليقات وهذا طبعا دليل آخر أن المنهجية المتبعة اعتمدت على النتائج المسبقة أي أنك تنطلق من النتيجة لتذهب إلى صنع الإعجاز إن صح القول إلى صنع الإعجاز إن صح القول واعتمدت على النتائج المسبقة بدلا من بحث العلمي السليم نقطة إضافية إن النسب العلمي المذكورة أعلاه ليست ثابتة ليست ثابتة طبعا فالأرض في تغير مستمر والعوامل المختلفة كزح في القارات والاحتباس الحراري والعصور الجليدية تغير نسبة البحر والبر من مساحة الأرض بشكل كبير وعليه لو صدف أن كان الإدعاء صحيحا فماذا سيحدث للإدعاء بعد مائتي سنة أليس القرآن صالحا لكل زمان ومكان أم أن الله فاته هذا التفصيل البسيط سمحنا الله طبعا الآن وقد انتهينا من تفنيد إدعاءات الإعجاز العددي في القرآن لندفع بالفكرة إلى غايتها من خلال بحث عن إعجازات عددية في كتاب غيره ألف العملاق الأدبي الأمريكي هيرمان ميلفين رواية موبيدك وفيها نجد الأرقام التالية كلمة حديد تظهر 86 مرات في الرواية العدد الذري للحديد هو 26 الوزن الذري 56 نظائر الحديد المستقرة 4 نظائر 26 زائد 56 زائد 4 تساوي 76 كيف لكتاب موبيدك أن يحتوي كل هذا قبل أكثر من 50 سنة من تطور علوم الذرة والجدول الذوري؟ سبحانه هيرمان ومن ذلك نستنتج أنه إن أعطيت أي شخص دام خيلة واسعة أي نص كبير الحجم مع آلة حسابية ومعلومة مسبقة والكثير من الوقت سيجد إعجاز يدل على هذه المعلومة داخل النص مع آلة حاسبة وبالتالي فإن في الإعجاز الحقيقي هو في صبر البعض على إيجاده وأحيانا هندست هذه الصدفة الرياضية في النصوص الأدبية والدينية وليس في النصوص ذاتها إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة